مرحبا بكم من أسر الكل معكم أدي الزماري وإن شاء الله في الفيديو هذيه باش نجاوبوا على ثلاثة سؤالة خصوص متيار الإلكتريك السؤال اللولاني هو كيفاش ريفز المتيار هذيه باش ناخه ونطم مزيانة السؤال الثاني هو قداش لازمني من ساعة أببري باش نريفز الإلكتريك في الجمعة والسؤال الثالث هو كان أن البزم تاعي طائحة ولم ضعض عشوائي من عمضة الوازيام شنو الحل باش ندارك روحي السنين ونجيب نوت تتباهين لأسألة عظم ان شاء الله باش نجاوبوا فيهم في الفيديو متاعنا متاع اليوم خلينا نتفرجوا على الإنترو ونبدأوا إن شاء الله أول سؤال باش نبدأوا بيه كيما شوفنا في الإنترو هو كيفاش نجيب نريفز المتيار هذيه شوف معايا هنا وركز معايا بالبهن المتاع البيض بهذه الدروس يركزوا بالأساس عالمنطق وثقيا شويق ونحكي لنا بالذات عالدروس اللي فيهم كبلاش عالدروس عم المثنين فيههم كبلاش كما الدرس اللولست اللوناه terme أم درس الطاني القانتور أسانكرون بانواع الزوس الدروس به القابلاش كيف первérêt ترسونذهم نعم فاقرأ القوة اللي تركز على الكور وانت تقول fuelsكم ما معناه التركز على الكور زي تفسر لي أكثر شوفوا معايا نأخطوا . نسلم درس اللواجيك كولبلاطور بكافيةN الم شا الم الم الرئيس لتجاه elas التي جميلها واقعcription لماذا تستطيعون لا لام رئيس التولي لتعلم أو أ LORD أم و لكن هناك يمكن أن تكون تفهم و بل تعمل جديد و لكن حتى التفهم أشياء كيف تكون جيد يعني سيفمي إضافة إضافة يجب لي مثال مثلاف ملتوب بينار كيف يفهم كل نفسه و كيف يفهم و كيف يفهم بين البينار و بسد لنظر و أنه لا يمكن أن تفهم كل شيء و لنبدأ يمكن أن تكون بشكل جيد وعلى لم يكن للجميع و لا يمكن أن تكون المشن لأني سيفهمه و بل أن نفهمه و بالطبيعة للآن أنا صحيح الطريقة على الكوري و أمام كل جديد بطبيعة قدمت نجب زي تخدم اكثر اكزرسيسات وين خير هذا ما تدروس متى الكابلاج عنا دروس اخرى يشبه شوية للفزيك كم الموتار اكورو كونتيني الموتار تريف عزي وعنا الامبليفيكاتور هذا ما تدروس بالحق لازم تركز على الخدمة وتخدم فيهم السريات و اكثر اكزرسيسات علش منك باش تشد القواعد خاطر القواعد مش كش تحفظها منك هم شو درس تاريخ باش تشدهم و تحفظها من القواعد لازمك بالخدمة باش تحفظها من القواعد وزيد لازمك بالخدمة باش تكتشف الاشكال اكزرسيسات كيف يكونوا تخدم اكثر اكزرسيسات باش تكتشف لانه حمتاحهم كيفاش معناها تدروسها ذوكي عبارة تريفز في فيزيك يركزوا اكثر على الخدمة القوة صحيحة تأخو عليه نظرة وتفهموا لكن اللبه متى الخدمة والاساس متى الخدمة باش يكون في الاجرسيسات هذه هي النصيحة اليولانية على دروس يركزوا اكثر على اللوجيك والثكيك كما لوجيك كمبناتوار وكورتور ودرس لوجيك كمبناتوار اسمه لوجيك من المعنى عن منطق يقوم على المنطق والغادي ركزه اكثر على دوسي تكنيك وفي باك 2020 البرتي اللي يجبوها مع اللوجيك كمبناتوار مخضوما نكون في دوسي تكنيك معناها الغادي ميش يحفظ البرتي اللوجيك كمبناتوار ومقبلها ميش يحفظ شوف في دوسي تكنيك انت فاهم كيفاش تفوكسيوني وربط وتتجاوب الصحيح الاخرين يدرس الاخرين في يوم الخدمة هذا يكفيش الريفز المطير جيني نتعداول السؤال الثاني السؤال الثاني اللي باش نجاوب عليه في الفيديو متاعنا متاع اليوم هو قداش لازمني من ساعة ابي بري كاكا رفزيوني الالكتريك في الجمعة الحقيقة من الجمعة نعطيك انا لومبر انتع سوايا وقولك اه ريفز ساعتين وثلاثة خطر يفرق تلمدة منها مش كما واحد بازو قوي كما واحد بازو ضعيف مش كما واحد مغروم في مطير جيني الالكتريك كما واحد مش مغروم لكن شو لازم يكون عندك البيوت متاعك كل الجمعة لازم شابتروات اللي قرأتهم يا في الكور يا خده في اليوتيود يا تفرجت عليهم في الفيديوهات التمتاعياني هو لازم تتعاودهم وحدك خطر بالحق ما تتعلم كانت تتعاود وحدك تقود على الطاولة وتقول اني طوبش نقري الالكتريك وتمد السيريات وتبدأ تعاود وحدك وتكسر راسكرة والغادي قاعد تتعلم لا تبدأ تقرأ في اليوتيوب ولا تفرج على الفيديوه وحده ولا تقرأ في الكلاس وحده لا تتعلم شيء مدام ما عاودت وحدك وخاصة انك تريد أن تقعد مستحفظ بالمعلومات في رأسك الاخر العام لازم تقرأ وحدك لا يمكنك قد من ساعة تقرأها في الجمعة المهم بالدروس الذي قرأتهم تعاودهم وحدك بعد ذلك نكتر عليك الدروس بالحق لا تزيد عليهم بعض الفيزيك ومات وميكانيك والالكتريك يبدأ يكتر عليك درس لا تقرأ 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 وتقرأ تقرأ في ورقة بلانات وهذه النصيحة الثانية نحب نحكي عليها ورمارك مهمة ياسر كيف تراجع لن يقول عليها حاجة نحن خاصة نجمع التكنيك لأن الالكتريك والميكانيك فيهم مشكلة الوراقي اللي نكتب عليهم بجودهم للريفز عليهم والساعات عندما تريفز في الالكتريك أو في الميكانيك تتطبق تبدأ ترقاك تريفز مثلا لوجيكم بين أطوار تحل الكابلاش كما تقول أه عظي يا فهموا جسط يتعدي في عينك مغير ما تخدم شيء جسط يتعدي في عينك وبطبيعة ما دامك ترفي السلوسيون قدامك وتقعد ترفيز بعينك وترفي السلوسيون قدامك تتبيعة بصراع منطيقية في المخد لكن كنت أخو ورقة واحدك و تجيب لي تعود وحدك تترقى روحك من ديجة لي تعودها وحدك وانهيك عليها تتلامذة لك لأنني نعطيهم دو كوبي نخدمها مع بعضنا والكوبي نحرقون معودها وحدك انت لازم تعمل بنفس المنوال هذا بالضبط كيفاش؟ معناها الكابلاج كيف يبدأ قدامك؟ لا تقول هوا فهمته خاطر ان تشوف الاصلاح بطبيعة لازم تتعودوا وحدك عاود تصور اللي يسركوا وحدك وعودوا الكابلاج وكل وحدك رأي المهم انك لازم تعاود وحدك من السفر حتى في البي كيف كيف لا ترقاش لزانسركسيون يبدأوا مكتوبين عندك تقول هواهم ما يفهمهم ومواضحين لا عاود اكتبهم وحدك خاطر الغادي يتفق بالغلطة والغادي تتعلق هذه الرمارة ان شاء الله تكون وصلت نتعدى وطول السؤال الثالث اللي باش نجاوب عليه في الفيديو متاعنا هو كان ان التلميذ ضعيف ماذا هو الحل باش ندرك روحي الحقيقة الهن هي ريت برشة لامثة قاعدين يعودوا في البروغرام بكله هذه بالحق غلطة تنجم وطعب لها خاطر مشكل شيء من الوزير حاجتكم بي سنة كما الموتار ببازابا هذا ما رأيكم حاجتكم بيهم السنة من اللي تعود فيهم الكلي لكي تخسر فلوزك وكي تجعل ايك هذا ما نصيحتي لك ايجب ان اقول لك ماذا تدريس من المتاع الباك عندهم حلاقه قيادهم عندك وانش نورك في شتريفزهم شوفوا معي لدينا مثال الدرس لولاني لوجيك كومبناتور لوجيك كومبناتور لوجيك كومبناتور عنده بارتي باز منه في تروازياب اللي هي السيستام دينيوميراسيون وكالا حلطت في الشانة متاعي هنضم هم وكاتب عليهم ربال تروازياب وان شاء الله على قريب بيش نكمل بطل كومبناتور معناه كل درس من عامة الباك متاعك حاول شوف شنية البرتية متاعه اللي ترجع له في تروازياب وعاود اكتبها في فيشة اعمل فيشة فهل ربال متاع تروازياب وكالا كل ما جيتريفز عن السنة حاول مدل فيشة هذيك المرة اللولة المرة الثانية المرة الثالثة قدامك تدرقها لجافي مخك نتعدى الدرس لابعده مثال كونتور السنة لكي نقرأوا كونتور لكن ليسوا الباسد باسكول جيكا والتي ود لا ليسوا الباسد باسكول في شكل سرى كوية انتجري معناه كونتور ساقرأوا في شكل سرى كوية انتجري لكن لابعده الباسكول ينجموا يسألوكم معناه وحضر في دفعات متاع الباك مما في باك 2019 فرنسبال سألوهم مما في باسكول ايرس، باك 2012 سألوهم مع الباسكول د ويسألك السرى باسكول واحدة أنت نحي خمسة أو عشرة لقائق من وقتك قبل أن تبدأ في درس الـ Contour وحاول اكتبهم لباسكول جي كا تي دي ارس هاش وكيف تحاولهم بين بعضهم وحطهم في فيشة عندك وكلما تأتي تريفز مثل فيشة قدامك كيف كيف الجرافزات؟ كانوا مضايحة أنت الجرافزات من عاملاول حاول أعمال عليها تظهر خاطر السنين لتقع الجرافزات سنكروني عندها بزر عاملاول لكن أنت الجرافزات لا تتمكن منها كيف كيف تستعمل ناند ونور دائما نستعملهم حتى كيف يشحوا السنين كيف تحاول من نور للناند كل ما نستعملوا اكتبهم في ورطة كنسيتهم ورفز بهم على الميكرو كنترولير ليس شيء كبير لكي نأخذها من عاملاول جسط الـ سريكوية لكي نضع لها بروغرام لكن عاملاول قريطة لانجاجي غرافيك سنين لكي نقرأه انفرماتيك عبارة تكتب في البرغرام عادي كما نقرأ فيه في الانفرماتيك ونكملوا بالامبليفكاتور المهم ياسر ان انت ترجع البازل انت مناول دجا في الفيديوهات على اليوتيوب لكي نعودهم لكم لسانك منتاج المناول هذا ما قبل ان تدخل البرتين متع الامبليفكاتور اعود لسانك منتاج هذا وتابعني ان شاء الله لكي نعودها خاطرهم بالحق في كل باك هذا ما يطيحون معنى ان احاول الامبليفكاتور بالباهي 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 هكذا تكون لما تدخل الدروس متع الوازيام اللي حاجتك بيهم في الباك قيدهم عندك وحطهم في وراقي وكلما تدخل البرتين على الباك فهذا متع الامبليفكاتور قدامك دريج دريجين مرة مرتين ثلاث مرات مرات وستطيحه قادمك بعد قامت بالنسبة لي لا ولا يسهل بمتاع الامبليفكاتن المنطقة دريجين ولكن جيدة العملية سهلة نشاهد تحتويش وليس قادمه على قراءة استخيلوك وصدر بالنسبة للجوار اعيش الجوار الذين يخدم ب经جبه وفي وقت يعني ترانب وقلب وله حتى يوجد الجوار والجوار اللي يتف في الضخة وممشيش يترنل ومعين توش وفادت وكل شيء لا يستطيع أن يصل على شيء معناها الخدمة هو الاساس وهو الباز وهو المفتاح لكي تصل في البيوت متاعك انت الساعة عندك بيوت تحب داخل الباكة متاعك في اي مطيار راه و لازم تخدم راه و لازم تخدم مغير خدمة ما عندك وانتوص واناكد على عالمية الخدمة وان شاء الله اني سنين في الشيان هديم حذر لكم بالحق برشة خدمة تحفونا على الاخر سواء فيديوهات في مطيار الجيني اي الكتريك ولا حتى فيديوهات انطلع صحيحة كما لقاعدين العمل في اليوم ما لا تنسيش تعمل سبسكرايب في الشيان لايك بارتاج الفيديو باش تجعني اكثر ومنتقنا ان شاء الله في فيديو اخر والسلام عليكم